من اكتر الحاجات اللي انا بكرهها في حياتي هي فكرة الصفر لما تقولي يلا انسافر يلا عندك مشوار ضروري واجباري لازم تروح المكان الفلاني يعني ممكن اعمل اي حاجة متعبة ومتقوليش سافر بس زي ما قلتلكم كده يعني الموضوع احيانا بيكون برا ايدك خلاص الموضوع اجباري مفيش فرافاهية فاعمل ايه بقى عشان الموضوع دايهون علي بربط الموضوع بحاجة حلوة او بحاجة انا مكنتش اعملها الا لو سفرت يعني مثلا لما تقولي يلا اروح مشوار في التجمع انا بحس بالتجمع ده ياخد كم تسبيحة ياخد كم استغفار ياخد كم صلع النبي وليكن ياخد خمس تلاف فاقولي يا سلام المشوار ده على قلبي زي العسل مع ان انا اصلا مش طايق اروح بس انا ربطت بحاجة تانية حلوة عمري ما كنت اعملها بالشكل ده الا وانا مسافر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله يعني الحمد لله الموضوع طلع ليه سنة ده انا مش برددلع يعني المهم الهدف بتاع الفيديو مش ان انا اقولك ان الصفر متعب وان انا مش بحبه سافر الهدف بتاع الفيديو ان انا اقولك ان اي حاجة ظهريا وحشة هتلاقي فيها خير هتلاقي فيها حاجة انت ممكن تستفد بيها اخترع لها انت حاجة حتى لو ما فيهاش اذكر ربنا المهم ان انت ايه تستفد من اي حاجة انت مش بتحبها طلعوا الموضوع اكباري فاستغلوا صحيح السلام عليكم